اشتركوا في القناة نيوكتان راح ترجع بشكل رسمي خلاص على نوعاً هاليوم شركة اكتفيجين قلت لأن للي يطلبون اللعبة بشكل مسبق يعني بريوردر راح يحصلونها مجاناً مجاناً الخريطة راح تكون مطورة بشكل كامل راح تكون يعني مجانية راح تكون مطورة راح تكون اسمها نيوكتان 2025 يعني مستقبلية بصراحة هاي الخبر اعتقل انها راح يفرح كثير من عشاق اللعبة انها هاي الخريطة اللي حبوها راح ترجع راح تكون فيها الغاز راح يكون فيها اشياء التحمس اللعبين انها يلعبون نيوكتان كلنا متحمسين لهاي الخبر راح تطلبون اللعبة مسبق علشان الطلب المسبق علشان حصلون هاي اللعبة او لا في دي اس سي راح يكونوا خاصين في الشرق الاوسط راح نعلن عنهم ان شاء الله مع نهاية الكوندام راح نعلن عن اشياء واجهة خاصة لعبة بلاكوبس مع نهاية الكوندام في الوقت الحالي الخبر الوحيد اللي ما سموح لي اقوله ان نيوكتان راح تكون اكيد موجودة في لعبة بلاكوبس 2 وراح تكون مع الطلب المسبق هل راح تطلبونها او لا راح تحمسين للخبر او لا قولوا لانه نقشونا تحت في الكومنت واللي اللي يسألون عن الهدسة ومتى راح يعلنوا عنها الشباب في موقع بورلي جيمين مثل راح يعلنوا عن الفايزين راح يبدأون بتوزيع الجواز او اعتقد في تاريخ واحد سبعة يعني على بداية الشهر القادم ان شاء الله راح تعرفون الفايزين راح يرسلونهم وراح يعلنون عنهم وراح يحطون اسموهم ان شاء الله في موقع بورلي جيمين كمو اياكم اخوكم احمد نشيط اتمنى عجبكم الخبر انتظروا الاخبار الخاصة في لعبة بلاكوبس 2 والاخبار الحصرية من شركة اكتو فيجن ان شاء الله بشكل مباشر راح نواصلوا اياكم من اليوم الى اخر يوم في الكاؤن اتشوفكم شباب لا تنسوا التابعوني على تويتر at TheVosGame facebook.com slash TheVosGame موقع on TheVosGame.net ومع السلام شباب